اشتركوا في القناة بمساءلة المرشد الاعلى علي خامنئي عما الت اليه اوضاع ايران من تدهور بعد ثلاثة عقود من حكمه ونشر موقع سحام نيوز التابع لحزب الثقة الوطنية الذي يتزعمه كاروبي بيانا وقعت عليه خمس وعشرون شخصية سياسية جاء فيه تأييدهم لمطالب كاروبي واعتبروها فتح الطريق امام المراقبة القانونية للقيادة واكد البيان على قضية المساءلة ومحاسبة الحكام من قبل الشعب وتحمل القيادة المسؤولية عن قراراتها وضرورة اشراك المواطنين في شؤون الدولة وطالب السياسيون الذين وقعوا على البيان بتأييد مطالبة كاروبي بإلزام مجلس الخبراء بالتقيد بالقانون واخضاع المرشد للمساءلة بدل كيل المدائح له وكان كاروبي قد قال في رسالته المفتوحة التي اثارت ضجة داخل ايران ان خامناء قام بتغيير الدستور عام تسعة وثمانين عقب وفاة الخميني مؤسس نظام ولاية الفقيه ليحكم مدى الحياة وان اختياره مرشدا كان مؤقتا ولكنه تأمر على البلاد اشتركوا في القناة